الحديث التاسع عن شكل ابن حميد قال طبعا معرفة أسماء الصحابة مهم لطالب العلم وفيها مصنفات هذه أسماء الصحابة مثل كتاب الإصابة بتمييز الصحابة الاستيعاب في معرفة الأصحاب عن شكل ابن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به لما الواحد يشعر أنه مهاجم الأعداء والشيطان فيريد تحصين يريد تحصينا فجاء هذا الصحابة رضي الله عنه شكل ابن حميد يقول يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به قال فأخذ بكفي شوف سلوب تعليم فيه رعاية اهتمام بالمتعلم الذي يطلب الخير فأخذ بكفي وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجه إذن خمسة رواه التربذي وأبو داود وحديث صحيح قوله يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به يريد دعاء جامعا نافعا فيه تحصين قال فأخذ بكفي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اليد في التعليم في عدد من الأحاديث اعتناءا واهتماما بالمتعلم فقال كل اللهم طبعا هي أصلا يا الله حذفت يا النداء واعتيض عنها بالميم الجمع هذا كأنه يجمع القلب على الرب في المخاطبة اللهم يعني يا الله إني أعوذ بك من شر سمعي السمع هذا يسمع كل شيء كفرا إلحادا غيبة معصية غناء ما يسمع ألحانا يسمع كل شيء من الأصوات أيما كانت صوت بشر صوت آلة يسمع ومن المسموعات ما هو شر الآن في ناس تسمع في القنوات مقاطع اليوتيوب الشبكات يسمعون لكن ماذا يسمعون بعضهم والعياذ بالله يسمع كفرا وإلحادا وزندقة وشبهات يروح افتح لك على واحد يعني مقطع دجال من الدجاجلة يمكن يكون لسان وعسل لكن عقيدة من أسوأ ما يمكن ويسمع والله أحيانا تتألم شباب مساكين غض طريق ما في خلفية علمية ولا تحصين ولا قواعد يعني تقول هذا بنيت في نفس قواعد الشريعة ولا عنده مثلا تحصين ما في يسمع مسكين إيش يسمع لدجال من الدجاجلة يشكك في صحيح البخاري والأحاديث المتفق عليها والنصوص المتواترة ويطلعوا في الأخير النصوص ما لها حرمة بخاري الصحيحين متواتر خرص ما لها قيمة وزرع شبهات كذا واحد مثل يمسك ماذربورد وفيها تشيبس هذه الكترون يحط والله يعني يجيب يعني تصير قلوب الشباب هذول عند هؤلاء المنحرفين الدجاجة لأرباب البدع والانحرافات مثل اللي يمسك لوحة الكترونية كذا ماذربورد يحط فيها يغرس فيها الرقائق هذه الشرائح الإلكترونية يعني كذا يعني يبرمجونهم يبرمجونهم برمجة تلقى كلام كذا كلام إسقاط هيبة النص التشكيك في النص تحريف معنى النص تقديم العقل على النص ويشتغلوهم شغل إيش يطلع الشاب نتيجة ذلك ذكر أنثى وحتى من الكبار سن يطلع واحد ما القرآن والسنة ما لا هيبة في نفسه النصوص غير معظمة فهم الصحابة مش لازم كل واحد يفهم على كيفه كل عصر اللي فهمه الربا من زمان الحرام الآن ضرورة اقتصادية وخرص وروح طبعا طعن في الصحابة يمسكوه من أول يبدأ بمعاوية وانزل الله عمر بن عاص اللي بعده أبو هريرة اللي بعده اللي بعده استلموا يطلع شباب ما عنده تعظيم من كل الصحابة أصلاً كاره بعض الصحابة كرة يعني ناقم على لا يقول هذه أخطاء تاريخية يجب تصحيحها الآن هو يبقى يصحح هذا القزم الصغير يبقى يصحح أخطاء في التاريخ تبقى تصحح يعني كيف تصحح طب يعني تبقى تمد يدك لوين عشان تصحح هترجع بالزمن لورا يعني يطلع ناقم على عثمان وعائشة أبي هريغة معاوية عمر بن عاص خلاص وما عنده ما في ما في ما في كبير بخاري ايبش البخاري احمد ايش احمد ابو حني ترمذي الشافعي ما فيه ما في كبير ما في قيمة لأمة ولا فهمة لأمة هالدجال الذي يسمع منه الذي فتنه خلاص هذا أكبر شيئا لا يسمع فيه صرفا ولا عدلا يقبل لا يقبل منه لا يقبل فيه كلاما ولا تحذيرا ولا خرص فتن به خرص مفتون الله من يعوذ بك من شر سمعي هذا سمع كلام الزنادق والملاحدة والآن يعني الدجالين والله شيء مؤلم يا جماعة يجي واحد مثل الدجال هذا عدنان إبراهيم يطلع شباب وفتيات منحرفين ما يعترف بالبخاري ولا أحاديث عيسى ولا نزول عيسى ولا يجوج مأجوج ولا كذا ويطعن في أبي ويطعن في عائشة ويطعن في معاوية ويطعن في يخرجهم مدرسة مدرسة يجي لا والله لأنه فصيح وعبارة مدري إيش وفاهم في الفلك وفاهم في الطب وعنده كلمتين شوي في اللغة العربية ومستوى تقالي له يعني فيه مذهل يجيك دجال ثاني يقول لهم قانون الجذب تركز ذبذبات عقلك على الثراء ذبذبات تتحد معها يطلع الثراء مدرك يجيك وعث يسوي لدورة برمجة اللغوية العصر ويطلع له متأليه العقل الباطن وعث الطاقة وهات الطاقة والعلاج بالأهرامات والشكل الهرمي هات العلاج بالأحجار الكريمة ادخل في ندري إيش الخروج من الجسد تجي تشوف شيء وثنيات الشرق على الحاديات الغرب على عقيدة وحدة الوجود هو أصلا يبغى يطلع واحد يطلعه ناس ما ما تؤمن بالله لا أنت تؤمن بالطاقة اتحد شكرات وكلام يعني ما هذا ما الجيل اللي طالع خراص بعدين ويقع نعم أغمض عينيك استرخي ركز طيب وبعدين تخيل معي أنه في طاقة في الكون الآن يوجد اتحد معه سوي كذا طبعا مخالفة التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقضاء والقدر والتوكل مخالفات ورى بعض ورى بعض مخالفة عقيدة اللي لا ينفع ولا يضر إلا الله مخالفة الأسباب يعني الله جعل في القضاء والقدر في أسباب في أسباب شرعية وأسباب قدرية كل ذا ينسف عقيدة الإسلام في الأسباب تنسف عبر دورات تبرمج عقول الشباب والفتيات وهذا يسمعون يحضر يسمع افتح مقطع يسمع يسمع إيش أنت درست التوحيد درست أركان الإيمان الستة ومعنى الشهادتين درست العقيدة القضاء درست كلام أهل السنة في الصحابة درست عدالة الصحابة إيش درست إشعر ويسمع تأجير العقل إلى الدجاجلة يقول كلام حلو كلام مقنع أسلوب الجذاب يخاطب عقلك يا أخي مش يعني طب أنت أول شي يجب يربي نفسه صح يعني على الكتاب والسنة روح شوف إيش قال ابن عباس وابن مسعود في الآيات لا لا كلام الصحابة إحنا مو ملزمين إحنا آهم في القرن 21 إيش لنا وإيش للصحابة كل واحد لو فهم خاص هذا فهم عندي فهم جديد أنا عندي فهم جديد في الآية وخلص وينفتح باب التأويلات الباطنية ما في طيب تعال إيش مشكلة الآن الرافضة مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة وانت ماشي إيش خلاص ماذا إننا ما نملزمين بالتفسير للصحابة خلاص إذا جاءوا الناس الآن يفسروا هذا ليش لا خلاص ما في ضوابط في كل عاي يفسر على كيفهم وانجي أفسر لك بالإعجاز العلمي وطلع أشياء ما لا دخل ولا لا علاقة بالتفسير لا بغير ما أراد الله يعني على غير مراد الله من كتابه خلاص يرسل طيران أبابيل ترميع بحجارة من سجين خلاص واضح النص طير أبابيل مجموعات طيران ترميهم بحجارة من سجين حجارة لا هذا ما يدخل العقل طيب إيش هو جرى فيه مرض الجدري يعني هذا اللي يدخل العقل ملائكة ما يدخل الجن ما يدخل العقل وش الجن ما يدخل أرواح 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 طبعا من شر السمع طبعا خلي قضية الشبهات الآن قضية الشهوات يعني الآن ما الذي يحرك الغريزة في نفوس الناس ما الذي يثير الشهوات أليس سماع الغناء غناء النساء مثلا غناء النساء الله من يعود بك مشر سمعي غناء النساء إيش أثر غناء النساء على نفوس الرجال وإيش أثر غناء الرجال الشباب المتزينين على الفتيات وبرامج الواقع تبكي طالع من المساوط إيش تقول يعني مؤساة فتحت اليهود استولوا أشد الله لو صارت مذبحة والله ما تبكي ذبحة في الشام كذا خرج بكاء عويل بطل المعجب تبعها ما المعجب اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي الأذنان زناهم الاستماع كما جاء في صحيح مسلم الاستماع إلى ما يهيد شهوة الزنا هذا لما يقول أعوذ بك من شر سمعي لما يروح يسوي علاقة مع امرأة ويتكلم معها هذا الآن الكلام كلام الشاب مع الفتاة الأجنبية الآن ما هي زوجة أجنبية كلام استرسال وعواطف ومشاعر إيش أثروا هذا على القلب القلب هذا أش أثروا على القلب موضوعنا الآن القلب إيش أثروا ومن شر بصري طبعا خلص البصري عشوف صور عارية تبرج النساء ينظر في مفاتنها تنظر في مفاتنه هذا قال ومن شر بصري العينان زناهم النظر كما جاء في صيع مسلم وهذا يؤدي إلى ذاك يعني زنا البصر يؤدي إلى زنا الفرج في النهاية يقع هو كيف يقع في الفاحشة ما في مقد فجأة كذا زنا وقع عليها ما في علاقات قبل يعني ما في تعارف ابتسامة فكلام فمدري إيش فموعد فحب فلقاء فحب فموعد فلقاء فغرام في مقدمات الفاحشة شوف يا جات من السمع يا جات من البصر يا جات من إشغال القلب بالعشق والعلاقة وإيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر صرف بصر صرف بصر ولك الأولى وليست لك الآخرة من سرح ناظرة أتعب خاطرة ومن كثرت لحظاته لحظاته ليلحظ بالعين دامت حسراته وضاعت أوقاته وفاضت عبراته بس طبعا البكاء في النهاية بكاء أليم نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيله ما زالت اللحظات تغزو قلبه لحظات النظرة يعني نظرات ورى بعض ورى بعض ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحطا بينهن قتيلة طبعا من شرور البصر النظر في الكتب المحرمة وكتب أهل البدع والكفر والإلحاد والسحر وانت ماشي قال ومن شر لساني نطق طبعا محرم غيبة بهتان كذب تحريش بين المسلمين افتراء افساد الزوج على الزوج تخبيب شر اللسان الذي فيه الكلام القبيح أو الفاحش يعني هو إثارة الشهوة بالكلام أصوات أحيانا تصير تأوهات تثير الشهوات واللسان وزناه الكلام حديث صحيح مسلم واللسان ممكن يتكلم طبعا يفري في الأعراض ممكن يكذب ممكن يفعع يعني آفات اللسان كثيرة كثيرة جدا اللسان آفاته إما كلام بالباطل أو سكوت عن الحق كان لازم يتكلم بكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ لما سأله هل يكبوا الناس على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة لحصائد ألسنتهم قالوا من شر قلبي وهذا هو الشاهد موضوعنا القلب سلطان البدن وعنه يتولد كل سوء وكل بلاء ومحنة فأمر بحفظه حتى لا يفسد لأنه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله يقول ابن القيم رحمه الله من أطباء القلوب إن مفسدات القلب خمسة كثرة الخلطة والتمني يعني واحد يقول قدامك العمر كله ويمكن يموت مكرا يعني أماني لسه رح نعيش رح نعيش أمامك الزمن مفتوح يعني أحيانا ما جي واحد يقول لك شوف هذه البضاعة الأثاث هذا الخشب لك كل الزمن يا أخي فهمنا أنا لي بس الزمن إيش حاستفيد إذا إلا أن تذهب لوارث فيقول مفسدات القلب خمسة كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام يعني كثرة النوم فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب قال بعد شر القلب الاستعاذة من شر القلب لأن شر القلب فيه سوء الظن وفيه الحسد والحقد فيه القلب فيه نفاق ورياء شر القلب القلب لأن القلب فيه سوء ظن بالله شر القلب آفات القلب عظيمة من شر قلبي من شر قلبي مثلا بغض المؤمنين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال ومن شر مني يعني شر الشهوة يعني الزنا مثلا وأيضا من شر النطفة اللي تطلع منك يمكن يطلع ولد سيء من شر مني يمكن يطلع ولد من هذا المني من هالنطفة يطلع ولد مصيبة يعني على عاق يعني عاصي على ما مخلي شيء قال ومن شر مني ما يتدل واحد يش يطلع من ظهره يش يطلع منه من ولد يطلع يمكن ولد مصيبة عليه وعلى الأمة قال ومن شر مني هالنطفة هذه لأنه الله أعلم يش يطلع منها فيستعيذ بالله من شر المني قال بعضهم الفرج لأنه طبعا الزنا واضحة قال بعضهم طبعا معنا بس نذكره لأنه ذكر وليس هو الراجح قالوا مني جمع المنية اللي هي الموت يعني من شر الموت وقال بعض العلماء قال المل علي القاري المني جمع قال بعض العلماء المني جمع المنية وهي طول الأمل قال تعقب مل علي القاري قال والظاهر غير صحيح لأن المنية بفتح الميم إنما هي بمعنى الموت وبمعنى المني أيضا وأما منية فهي بالضم والكسر منية وكذلك منية بالضم والكسر قال ابن حجر وقيل هو جمع المنية أي من شر الموت أي قبض روحي على عمل قبيح ومن أدلة عدم صحة هذا القول يعني إنه مني جمع المنية اللي هي الموت أنه يعني إذا كانت جمع الموت طب كيف أنا أستعيذ من شر الموتات هو كم مرة الواحد رح يموت فليس هذا المعنى راجحا ولذلك قال في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح إنه لا معنى لجمع الموت بالنسبة إلى متكلم واحد لأنه ما رح يجي الموت إلا موت واحد ولذلك الأظهر والأنسب في الشرح وتفسير سعد بن أوس نفسه أحد الرواة وتفسيره مقدم على تفسير غيره أن المراد به الفرج والمني الماء والمعنى واحد هذا يؤدي إلى هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى يعني إلى الحرام والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه طبعاً هذه الحواس وجعل لكم السمع والأبصار والأفذى لعلكم تشكرون في المقابل ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها يعني الحق ولهم أعين لا يبصرون بها يعني الحق ودلائل الحق ولهم آذان لا يسمعون بها الحق وحجج الحق أولئك كلا أنعام بل هم أضل